ألمات ملكية المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحت مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو كذلك سوف نرى السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة خسيمانويل الباريس للجزائر نرى القصة من الفنان نعمن الحلو والنمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم لبناء من قناتكم المتواضع عالم اسكا واللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وجموعة مباركة لنوع لكم فعلى بركة الله نبدوم موضوعنا لليوم وما تنسوش انكم تدعموا هاد القناة الدعم ديالكم هو انكم تضغطوا على زر اعجاب كذلك إلا قدرتوا تبرتجوا هاد الفيديو عبر المواقع التواصل الاجتماعي واتساب فيسبوك وكذلك كتابة التعاليق فحاجة بسيطة ممكن تدعم لنا المحتوى وريضة قليب الرأي المغربية استمر وواصيلة ولا تكتبوا الله الوطن المالك فممكن ان هاد الكلمة البسيطة واللي تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم ونبدأ بالفنان ديالنا الفنان المغربي واللي عزيز على قلوب المغاربة نعمة الحلو اللي اخرش في واحد التصريح قليهم راني دخلت واحد القفص ديال واحد النامر واللي كيت تعتبر من اخطر النمور في العالم فهذا التعليق ديالو ضحكوا علي بعض المغاربة وكذلك ضحكوا علي حتى بعض الهوكيين بعض الهوكيين ليش حال خنشلهم الأغاني ديالو وصراحة نرى هذا فنان فنان متقف فكريا وموسيقيا وحتى سياسيا فحشوما عبو عار نضحكوا على فنان ولي عند واحد الغيرة كبيرة على تمغربيت فاشنو غدي دير السيد نعمة الحلو من بعد هاد السخرية غدي خرج بواحد الفيديو غدي كدب هاد المشككين فيه تحية كبيرة لفنان ديالنا نعمة الحلو تحية كبيرة لهاد السيد اللي كي احترموها المغاربة لكن وخاهاكك وخاخرج ليهم بالفيديو وشفناه كاملين قالوا بالنمر را خضروها او دلو له واحد الحقنة تخدير ودبا السينو عمان الحلو مرة اخرى صر الغابة وشوف شين نمر اللي كنت بعشي غزالة وغني له باش يوقف باش يسكتوا هاد المشككين فنمشيوا للجارة الشرقية فهنا اخواني اخواتي تقارير فرنسية جبتنا الخبار ديال الغاء الزيارة ديال خصي مانويل الباريس وزير خارجة اسبانيا للجزائر جبت الأسباب لغلات او لغلات او لغلات او لغلات او لغلات او لغلات او لغ زيارة التي ادت الى تأجيل او لغا الزياره خصي مانويلا الباريس الى الجزائر صلو مرضو تورا للجزائر فقط لطائرة time 64 ساعة في الموعد المحدد لها فكانت مجموعة على القراءات وكنا التكلمنا بو لغان النشوف عمانف ديلا مسيح لانها تستدعي وحدهم عمانؤلاء الخارجة في الدائر ان تصل بكره لقد تمت الغاء الزياره او تم الغاء الاجتماعSI والواد راه الأجندة ديالنا عامرة فقلنا بلي هادي واحد الفضيحة ديبلوماسية لكن هادي الصحيفة الفرنسية بك تقول أن السبب اللي خلال ألباريس يلغي الزيارة دياله قبل ساعات لزيارة للجزائر أن الجزائر تقدمت بواحد الطلاب غريب عجيب للسلطة الإسبانيا هادي الطلاب قالوا للألباريس أو لألباريس باللي من اللي غادي تزور الجزائر غادي نديروا واحد الاجتماع وهادي الاجتماع غادي يكون فيه بنبطوش يعني غادي يكون فيه حاضر من بعد ما يتسالي الاجتماع وهادي الاجتماع اللي غادي يكون معلن غادي نخرج بواحد البالاغ وواحد البيان يكون مشترك وهادي البيان غادي البوليزاريو جزء منه فهنا ألباريس رفض هادي الطالب الجزائري واعتبر بلي هادي الطالب غريب واعتبر بلي هادي الطالب استفزاز لإسبانيا فارفض الزيارة للجزائر أو رفض هذا الاجتماع مما أدى بالجزائر أنها تتصل بألباريس وتأجل الزيارة ديالة وتقلب للأجندة ديالنا عمران فصراحة هالطلب رهما شيء غريب عجيب على هذا النظام الماريق لأن الصحراء المغربية ودائما كان قلوها وكاد قلوب اللي راحنا كان بلغوا الصحراء المغربية راه هي محور الكون عند بصبح محور الكون عند الكابرانات بدون مبالغة راه عندهم استعداد أنهم يبيعوا الغالي والنفيس يبيعوا قعد الشعب الجزائري إلى القولي يشريه مقابل الصحراء وما تقدموا بهذا الطلب لإسبانيا لأنهم مقتنعون أن إسبانيا لن تتراجع أبدا عن دعم المقترح أو دعم الصحراء المغربية إذا الجزائر كتحول فقط أنها تحصل على شي حاجة من الإسباني اللي غادي تبرر لبصبع المبردع العودة أو عودة العلاقات ما بين إسبانيا والجزائر لأن بصبع كيسول كيقول علاش الجزائر ما ترجعش على الصحراء المغربية أو على دعمها للصحراء المغربية واليوم كنشوفوا السفير رجعوا العلاقات يعني راه رجعت فكيفاش هاتشي فاليوم كيقلبوا على أي حاجة يبرو بهالبصبع باش يقول باللي رادارت أو إسبانيا راقدمت تنازلات من أجل عودة العلاقات مع الجزائر رجعوا بدك العناوين العريضة والكبيرة صفعة كبيرة للمخزين إسبانيا تصفع المغرب إسبانيا تتودد إلى الجزائر فهذا هما العناوين ديال هالنظام الماريق ومن جاهات أخرى شي حاجة كيقلبوا إلى شي حاجة يعرقلوا بها التقارب المغربي الإسباني فهما يقلبوا غير حاجة بسيطة ينوضوا فيها شوية ديال المشاكل ما بالعلاقات فهذاك هو الانتصار ديالهم اللي يشوفوا أن العلاقات توطرت أو يتوهموا أن العلاقات توطرت ما بالبلدين فهذاك هو الانتصار عندهم اليوم إخواني أخواتي بلغ لقوات المسلحة الملكية خاص بالأمم المتحدة فكنا تكلمنا سابقا أن المملكة المغربية الشريفة وقفت الاتصال مع ديمستورا حتى يحقق الشرط اللي شرطها المغرب عليه لأن المبعوث الأممي طحف واحدة سقطة ديبلوماسية كبيرة فمن المؤكد أن الأمم المتحدة سألت ديمستورا لأن المغرب رادر احتجاج رسمي عن طريق السافر دياله رغم ذلك المملكة المغربية الشريفة ما غلقتش مع الأمم المتحدة ككل بل تعطيل تعاون مع ديمستورا في شخصه يعني مش مع الأمم المتحدة بل في شخص ديمستورا الشعلاش بتعليمات ملكية استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكاديد الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البيعتة المينورسو الذي كان مرفوقا بالجنرال فخره الإحسان قائد قوات المينورسو معه وحد الوفد هام وأوضح بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن الجانبين بحثوا بهذه المناسبة مختلف أوجه التعاون بين القوات المسلحة الملكية وقوات المينورسو معربين عن رغبتهما في تعزيزه خدمات للسلم والاستقرار في المنطقة إذن بهذه الخطوة رأي المغرب أو صاحب الجلالة محمد السادي تحفظه الله لأن هذه الشيئة كامل بتعليمات سامية ملكية كيبيا للأمم المتحدة باليارة المغرب رأي مضي قدما للتعاون لكن خطأ اللي قام به ديم السورة خطأ فادح خطأ لا يغفر ويتعلق به شخصيا يعني كيتعلق به ديم السورة والمغرب رأي علق مع ديم السورة ليس مع الأمم المتحدة لأن ديم السورة لا يعمل الدور ديالو شمن الدور ديالو باش غادي يمشي هو الجنوب إفريقيا دي سقطة ديبلوماسية لا تغفر لديم السورة فهنا المغرب رأي لعب هادكي المغرب ما كيعلقش مع الأمم المتحدة المغرب كيقول بلي رأي علق الاتصال مع المبعوث الأممي ديم السورة شخصيا يعني الشخص ديالو منه تطاول على المهمة ديالو دا إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة وجمعة مباركة الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته